السلام عليكم الأصدقاء وسمحوا لي بزاف على هاد الغيبة اللي خرج الإرادة دينا كيفما كان العمل دي لكم في مجال الربح من الانترنت إلا وغادتكونوا واجهتوا مشكل دي الحقوق الملكية كوبيرايت أو مشكل العالمة المسجلة ترادمارك فالعديد منا كيكون خدام كيدخل الصرف ما بهم عليه واحد نهار كيدتفاجأ بلي الحساب دياله تسد إما بسبب هاد الكوبيرايت أو سبب الترادمارك ولكن اليوم إن شاء الله إلا تفرجتي في هاد الفيديو من الأول حتى الأخير وطبقتي هاد شي اللي غانوريك عمرك غادي تطيح في هاد المشكلة إذن على بركتي الله فأولا قبل ما نبدأ الشرح فهذا هو الحساب ديالي في تيك توك باش نكون قرب منكم بزاف نجاوبكم على تساؤلات ديالكم اللي ما كتحتاج أنا ندير علاقة بالها فيديو طويل وكذلك نحل بعض المشاكل اللي كتكون سهلة وبسطة ما تحتاج كذلك شي فيديو يكون طويل لذلك ما تنسوش إخواني دخلوا الرابط الحساب ديالي في وصف هذا الفيديو دخلوا لي وديروا أبوني وتسنوا مني الجديد إذن على بركتي الله إذن خوتي الحاجة المهمة اللي بتنصحكم بها والليدي ما كان أنسي أستعليها في الفيديو ديالي هو ضروري الناس اللي كتربح من الانترنت أو بالأحرى اللي كتشتغل في الانترنت خصا تكون كتعرف كيفاش تبحث وتقلب على المعلومة حتى تحصل أعاد تسويل الناس اللي سابقينها في الضومين اللي يخدمين فيه لذلك فأولا خصنا أنفرقوا بين حقوق الملكية اللي هي حقوق التألف والنشر وكذلك ترادمارك اللي هي عبارة عن علامة تجارية إما صورة، لوغو أو أي علامة انتعتش شركة مختصة في الملابس أو أي مجال آخر تسويقي كم مكان إذن هذا هو الفرق الأول اللي بين من خلال هالتعريف البسيط فكنين علامات بزاف خاصة مثلا باللباس كنايك وأديداس وكذلك بالعلامات الخاصة بالأكل مثلا ككتوبية سانترال إلى آخره هذه كتسمة ترادمارك يعني علامة تجارية ما يمكن لكش أنك تأخذ هذا الاسم ديالها اللي خسرت عليه زباب ديال الفلوس وتجي انتا وتديره في شي منتج ديالك ولا تديره في شي تي شيرت أو أي حاجة بغيتي تقدى وإذا فتقدرتها فكون على يقين غتجيك واحدة المخالفة اللي يقدر يمشيلك فيها لحساب ديالك هذه من جهة الجهة الثانية هو حقوق النشر فمثلا مشيت انت اخذتي شي كلمات ديال شي أغنية ودرتهم في تي شيرت ديالك أو كذلك انت مشيت تخذتي شي كتاب ديال شي مؤلف وانت درتي له كوبي ومشيته الامازون كدبي مثلا وانشأتي واحد لكتاب ودرتي المحتوى ديال هذا المؤلف فمن طبيعة الحال انفو سترفع الكتاب ديالك إلا ستصدم بأن الحساب ديالك يقدر يمشيلك او جيك مخالفة من امازون لذلك اخواني فيجب عليكم جنب حقوق تألف اللي هي الكوبيرايت وكذلك هالترادمارك اللي هي العلامة التجارية دباء السؤال الوجهي اللي علاق بلدر الفيديو هو كيفاش غادي نحاول نعرفوا باللي الكلمة اللي كان بحثوا عليها ترادمارك أو كوبيرايت فطريقة سهلة جدا فأول حاجة اخواني كنجي مثلا انا اخدام فريد بابل كنجي هنا نشوف اشنا هو التراند اللي عندي فلاحظوا معي اخواني التراند اللي عندي هو سكوير جيم يعني هذا المسلسل الكوري الشهير اللي دير ضجة في العالم الان اذا اخواني كما يلاحظوا بزاف ديال خاصة بهذا المسلسل هذا ومع ذلك نشوفوا بأن الحسابات بقي لايف يعني بقي ما جاءتهم مخالفة فكين واحد القضية اخرى اللي مفرسكمش هو انه يقدر لك انت تمشي تتواصل مع صاحب هاد الكلمة اللي مسجله او هاد السيري اللي مسجله كترادمار وكتشري من عنده لسنس يعني حقوق اعادة النشر وبالتالي حتى الى جادكم مخالفة من شي منصة خدمين فيها فكتعطيهم ذوك الوتائق التي تتبتو فعلا بانكم شريتوا هاد الحقوق وغادتجنبوا اي مشكل من بعد يعني لذلك ما تشوف شو واحد واخد الديزاين وديره وتمشي تنته تديرو بلا اي ديرية فرا غادت يمشي لك من طبيعة الحساب ديرك اذا باش نتأكتو فعلا بان هذا ترادمارك او كوبيرايت اول حاجة نجول هنا نجول شكين بهاد الاكستنسيون اللي هي product for me شبا امازون اولا نجول تشيكين شوفوا اشغال تعطينا فاللاحظوا معي اخواني هذه سكويد جيم عطينا هلنا هنا بالفرض وكذلك بالجمع وكلهم خدامين يعني حيين يعني الى درتيهم ستموت صديقي الكريم ستسولوني منين ستجلب هذه الاكستنسيون سنحاول نخلي لكم اللي هنديلها في رابط هذا الوصف هذا فتحولوا تلي شارجوها واتبتوها على جوجل كروم وغاتبلكم هنا مع هاد الامتدادات الاخرى وطريقة العمل ديها سهلة جدا كتجي كتوقف فوق الكلمة او تنشطها اللي بغتي تشيكيها كتلكي على البوتون ضرواد في السوق كتنزل هنا وكتنزل ما قبل الاخير يعني اختيار ما قبل الاخير اللي في تشيكيها وكتشيكيها إلا طلعت لك هنا لايف فما عندك مديرة في حالة طلعت لك بأنه ما عندك تشي نتائج فيمكن لك تخدم بها بكل سؤالة هذه بنسبة التردمر أما بنسبة الكوبيرايت كنجيو كنجيو كوبية كذلك وكنمشيو لجوجل تلاحظوا معي إخواني دائما كنشوفوا مسلسل أغنية أو فيلم أو أي حاجة هنا بنفس الاسم اللي بحتية فأعطي ابتساء لك الكلمة لأنها تسبب لك مشاكل ديزاينا أو المنتجات التي تتبع على الانترنت هذا ودرس اليوم كيف نعاد أخوتي ديرو جيم وبرتجوا الفيديو مع الأصدقاء المهتمين بهذا المجال ولكن أنت أخي أختي دي أول زيارة لك القناة فلا تنسى للشراك فرجين فيديوهات التي سأعجبكم وعجبكم بزاف دمتم في رعاية الله